موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته لازلنا في الحديث حول دعاء الذي ورد عن الإمام علي عليه السلام والذي علمه لأحد أصحابه الأجلاء وهو كوميل بن زياد هذا الدعاء الذي يفيض خشوعا ويفيض محبة لله وتذللا له وتضرعا ينبغي أن نحرص عليه دائما نحرص على قراءته في كل وقت ولسيما فيما ورد من استحباب قراءة هذا الدعاء فيه في ليلة الجمعة أو في ليلة النصف من شهر شعبان وكما دائما نشير علينا أن نقرأه كاملا ومن لا يستطيع أن يقرأه كاملا نجيد أن يقرأه أجزاء يعني ممكن في كل أسبوع في ليلة الجمعة أن يقرأ جزء نفطط في بعض الناس ليس لديهم الوقت الكافي ممكن أن يقرأ جزءا منه في الأسبوع القادم يقرأ الجزء الثاني وهكذا حتى ينهي هذا الدعاء المهم أن نواضب على هذا الدعاء حتى نستفيد من معانيه الكثير التي تتصل بإيماننا وتتصل بسيرنا في هذه الحياة التي نعيش ودائما أدعية الأمة عليهم السلام كما الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله دائما تحمل مضمونا تربويا توجيهيا كما تحمل مضمونا يتعلق بالعلاقة بالله سبحانه وتعالى يعني هذه الأدعية أرادت أن توسع دائرة تواصلنا مع الله أن لا نتواصل مع الله لنطلب منه الحاجات العادية التي عادة نحن نريد أن نحصل عليها فيها الحياة بل أن نطلب من الله سبحانه وتعالى الأمور التي تتعلق بإيماننا تتعلق بكيفية إدارة علاقتنا مع ربنا كيفية إدارة علاقتنا مع الناس الذين نعيش معهم الذين نختلف معهم أو الذين نتوافق معهم يعني نطلب من الله سبحانه وتعالى كل هذه الأمور التي ينبغي أن تكون موضع اهتمامنا لأنه ليس بس اهتماماتنا بالحياة أن الواحد يكون صحته منيحة يكون طعامه جيد ولباسه جيد وأولاده مؤمنين في الحياة يكون كمان أن نحرس على الجوانب الأخرى العقائدية والإيمانية والأخلاقية وكل شيء يتصل بحياتنا والله هو سبيلنا للوصول إلى كل ذلك صحيح نحن لازم نبذل جهد وهذا مطلوب أن نبذل جهدنا قبل أن ندعو الله سبحانه وتعالى لك بالنهاية الأمور إن لم يوسرها الله لا تتيسر إذا لم يهدنا الله يوفقنا لهدايته سوف لن نستطيع أن نهتدي وصلنا إلى الفقرات الدعاء وصلنا إلى الفقرة التي تقول اللهم أني أسألك سؤال خاضعا متذلل خاشح يعني يا ربي أنا عندما أقف بين يديك لن يكون الوسيلة التي أنا سوف أستخدمها بالتواصل معك هو لساني بل قلبي سوف أقف بين يديك وأنا خاضع لإرادتك وأنا متذلل لأني لا أرى أن أي أمر من الأمور يمكن أن أحصل عليها في الحياة إلا من خلالك أنت بيدك الأمر بيدك كل خير بيدك كل شيء ما في الشيء في الحياة إذا لم يرده الله يتحقق كل شيء يتحقق بإرادة من الله سبحانه وتعالى وبتدبير منه خاشحا يعني لا بد للإنسان عندما يتوجه بدعائه إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون قلبه خاشحا يعني أن يتوجه إلى الله بقلبه بحيث فعلا يكون قلبه متوجه إلى الله وإلى الله وحده ولذلك لا يقبل الله سبحانه وتعالى دعاء قلب غير خاشح دعاء قلب لاهن دعاء قلب ساهن الله لا يتقبل هذا الدعاء لا بد أن نتوجه إلى الله بقلوبنا بأرواحنا عندما ندعوه اللهم أني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني يا ربي أنا أخطأت أنا أسأت أنا أذنبت أنا قصرت يا ربي أنا أسألك بقلب خاشع وبتذلل لك وبتضرع وبخضوع لإرادتك أن تسامحني يا ربي لا تخرجني من هذا المكان الذي أنا فيه من هذا الزمن الذي أعيش فيه إلا وقد سامحت قلت لي مسامح وترحمني يا ربي ارحم أنا مقصر يا ربي أنا مذنب أنا قد تجاوست الحدود لكن أنا عندي ثقة يا ربي أن ترحمني وأنا الآن أقف بين يديك أقول لك يا ربي العفو وتجعلني بقسمك راضيا قانعة جعلني يا ربي أرضى بما سوف تؤمنه لي فيها الحياة راضي ولذلك دعاؤنا الدائم لله سبحانه وتعالى ورضني من العيش بما قسمت لي يا ربي اجعلني راضي بكل ما قسمت لي لأنه يا ربي أنا أثق بحكمتك وأثق بأنك لا تريد بعبادك إلا الخير وهذا ما ورد في حديث قدسي ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن فإني إنما أبتليه لما هو خير له وأزوي عنه أمنى عنه لما هو خير له وأعافيه لما هو خير له وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي لذلك فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي وليرضى بقضائه لذلك نحن نسلم لله سبحانه وتعالى ونرضى بقضائه ونقول دائما نحن نشوف الأمور من زاوية والله يراها من كل الزوايا نحن نشوف الأمور من جانبنا الشخصي والله سبحانه وتعالى بيشوف الأمور من جوانب أخرى نحن قد لا نكون وعينا لها وذلك نحط أمورنا عند الله سبحانه وتعالى طبعا بعد ما نقوم بمسؤولياتنا وواجباتنا مش مثل ما بعض الناس لا يريد أن يعملوا بيقول له أنا يا ربي أنا راض بما قسمت لي الله بيقول لك اعمل وبعدين بقول هذه الكلمة أنا راض إذا أنا ما حصلت على ما ينبغي أن أحصل عليهم ما حصل عليه غيري بقول الحمد لله أكيد الله عنده مصلحة من وراء ذلك وهذا الأمر كمان بأننا نأخذه بعين الأعتبار في الدعاء لأنه كثير من الناس بيقل ثأته بالله سبحانه وتعالى ويقول لك الله ما استجاب لي دعائه لأن بعض الناس يعتقد أن الله سوف يستجيب دعاءه شو ما كان لا الله يستجيب دعاء إذا كان للعبد مصلحة فيه إذا فيه مصلحة الله بيستجيب لكن مرات ما فيه مصلحة نحن نشوف الأمور فيها مصلحة من زاويتنا بس الله أعلم بمصلحة أنه الله دائما بيتعامل معنا معاملة الأب الرحيم معاملة الأم العطوف معاملة الحريص علينا وبيتصرف من هذا الموقع وذاك إذا شاف أنه ما فيه مصلحة قد يقبل هذا الدعاء لكن لا يحقق لنا ما نريد هو بحق أن شيء تاني عنده وذاك لا يمكن لإنسان أن يدعو الله إلا ويحصل على شيء يمكن ما يحصل على الشيء ليريده لأنه ما فيه مصلحة أو مآن أوان الحصول عليه لكن الله سبحانه وتعالى يحقق له أمور أخرى ما فيه خسارة مع الله سبحانه وتعالى ما فيه خسارة بكل أمر لذلك نتطلع دائما إلى كرمه اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته يعني أنا ربي كتير حاجتي إليك وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته يعني الإنسان عنده ثئة بالكريم وأنت يا ربي أكرم الكرمه ولذلك يا ربي أنا عندي ثئة بأنك تعطيني مش بس ما أسألك أكثر أن تزيدني من فضلك وهذا عندي كل الثقة به اللهم عظم سلطانك يا ربي أنا بعرف موئحك عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك كمان الله سبحانه وتعالى عنده تدبير للأمور وخفي مكرك وعظم وظهر أمرك وغلب قهرك قادر على أن يقهر وغالب على أمره وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك فينا نهرب من حكومة الله ما فينا لا مفر منه إلا إليه إلى أين نفر وذلك بعض الناس جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام قال له أني بدي أذنب أنا يعني تقل لي ما بديك تذنب لا أنا بدي أذنب وبدك تسامحني تترك لي المجال حتى أذنب أنت قريب من الله سبحانه وتعالى وقادر أن تدعو الله أنه ما عليش يسامحني حتى في ذنوبي قال له ما عليش يذنب ولكن عليك أن تخرج من أرض الله أن تخرج من حكومة الله هذه أنت خارج عن إدارة حكومة هو بالتالي بتؤدر لذلك أخرج من ملك الله وأخرج من إرادة الله صحيح لكن الإنسان هو تحت إرادة الله ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرة مين بد يغفر لي ذنوبي ولا لقبائحي ساترة ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك أنت اللي قادر تبدل الأمور بدل السيئات حسنات وقدر أن تعفوا عن السيئات لا إله إلا أنت ما في هناك إلا إلا أنت أنت الإله الواحد للأحد الصمد المتفرد في الكمال سبحانك وبحمدك يعني تنزهت يا رب وتستحق تنزهت يا ربي عن كل عيب عن كل نقص سبحانك كمال مطلق لله سبحانه وتعالى وبحمدك أنا يا ربي أنا أشعر بأنه عايش في ظل حمدك أنا يا ربي أشعر أني عايش في ظل نعمك في ظل عطائك وأنت تستحق يا ربي كل الحمد كل الثناء ومع الأسف كثير من الناس يقصرون مع ربهم ما بيأسروا مع بعضهم البعض ده الواحد بيشكر التاني وبيقدروا وما ما بيعرف أديه لازم يعمل حتى يعبره عن جميله لكن مع الله سبحانه وتعالى تجد أن كثير من الناس ما بيرعوا ذلك ظلمت نفسي أنا يا ربي ظلمت نفسي أنا لما أذنبت مش ظلمت الناس أنا ظلمت نفسي أولا ويمكن تكون ظلمت الناس يمكن تكون ظلمت ربي لكن الأساس أنا عم وقع نفسي بالمحذور أنا أوصل نفسي إلى النار أنا أبعد نفسي عن الجنة أنا أبعد نفسي عن رضوان الله وتجرأت بجهلي بسبب جهلي أنا تجرأت وإلا لو الواحد واعي للأمور واعي لمقام الله واعي أنه الله سبحانه وتعالى عندما أمره أمره بما فيه الخير أمره بالمعروف نهاه عن المنكر أحلى له الطيبات حرب عليه الخبائث لو الإسان واعي لله سبحانه وتعالى وأنه الله سبحانه وتعالى ما أمرنا حتى يعذبنا أو بده ما ناخد من سبل الحياة لا أمرنا ليريحنا في الحياة وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي أنا سكنت أنه أنت دائما تذكرني بنعمك وتعطيني ما اعتبر أنه أنت راضي عني من ورائي ذلك لكن الله سبحانه وتعالى يعطي نعمه ولا يقصر في نعمه وهذا لكل الناس لكن الله سبحانه وتعالى بده منا أن نبادل هذه النعم هذه العطاءات بما فيه الخير لنا مش له هو مش بحاجة لأن اللهم مولاي يستعرض الإمام سلام الله عليه ما هي العطاءات التي هيأها الله له اللهم مولاي كم من قبيح سترته قادر تفضحني قدام الناس قادر لكن أنت يا ربي لا تبرز مكتومي ولا تظهر ما في داخلي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته كم في بلاء ممكن يصيبني أنت منعت ذلك وكم من عثار وقيته كل واحد يتعثر بالحياة وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته يعني حببت الناس فيه يمكن أنا مش مستحق اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي القيود لتقيدني عن القرب منك وحبسني عن نفعي بعد آمالي شيء في الدنيا الدامي مثل ما كتير من الناس بيعتبر أن الدنيا هي أمامه طويلة وطويلة وذلك النبي صلى الله عليه ولي كان يقول أخوف ما أخاف عليكم اثنتان اتباعوا الهوى وطولوا الأمل فأما اتباعوا الهوى فيصدوا عن الحق وأما طولوا الأمل بصيروا أحد أمله طويل بها الحياة فينسي الآخر طبعا مطلوب من أن نعيش الأمل بالحياة وأن نعيش هالحياة نعيش أطول زمن ممكن ولكن دائما مثل ما قال الإمام علي عليه السلام في حديث له اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ولكن دائما عد نفسك أنك قد تموت في أي وقت وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا هاي الصورة لازم دائما تصحبنا بحياتنا المؤمن عنده طموح بالحياة عنده أمل بالحياة مش ما عنده أمل مش دائما يشعر أنه كان بالموت أنه حاضر دائما أمامه عنده أمل على مستوى التخطيط لكن دائما هو حاسب حساب أنه في أي وقت قد يلاقي وجه ربه على مستوى الاستعداد بعيش هذا الإحساس بأنه قد يلاقي وجه ربه وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أمل وخدعتني الدنيا بغرورها ما نظرت إلى الدنيا بوعي اغتريت بالدنيا ما حسبت حساب أنه هاي الدنيا في يوم من الأيام سوف تتركني سوف تجعلني أنقلب من على ظهرها إلى باطنها وهي غرت الكثيرين من الناس وأنا قد أكون ممن غرتهم هذه الدنيا لهذا دائما من أن أطلع للدنيا بصورتها الحقيقية والله بيّننا هاي الصورة عندما ضرب لنا الدنيا كمثل ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هاشي ما تذوه الرياح إذا بتشوف الدنيا شوفوا وقت الشتاء بينزل الماء تكون الأرض ما في هاشي لكن يأتي الربيع وتخضر هذه الأرض لكن بتبقى ما بتبقى سوف يأتي بعد ذلك الخريف وتصبح كل هاي الأوراق الخضراء صفراء وكل هاي الأشجار عارية وكل الورود تذهب هاي الحياة لذلك الواحد يكون واعي دائما يبصر إلى الدنيا بعين الحقيقة التي هي عليها كم من الذين عاشوا فيها كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين تحولت بعد ذلك لأناس آخرين وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها هالنفس اللي أنا مفروض تعينني على طاعة الله خانتني وأمرتني بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ما يحجب عنك الدعائي أعمالي السيئة حاجز الظلم حاجز الإساءة للناس بالكلام حاجز كذلك القلب الذي لا يعرف محبة حاجز كلها هالأعمال اللي قد تكون سبب في عدم وصول دعائي أزلها يا ربي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني يوم القيامة بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي لأنه ممكن الله يجزينا مباشرة ودوام تفريطي وجهالتي جوست الحدود وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها مثل ما أنت يا ربي مثل ما بعرفك يا ربي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا أنا بحاجة يا ربي إلى عطفك إلى حنانك إلى محبتك صحيح أنا مش به المستوى بأعمالي وبسلوكي وبتصرفاتي لكن أنا واثق يا ربي من كربك من محبتك لعبادك من معرفتك بهم لذلك يا ربي أحطني برعايتك بعطفك بحنانك هذه بعض ثقرات هذا الدعاء نسأل الله أن يوفقنا للحصول على ما ورد فيه ونسأل الله أن يوفقنا لأن نكون دائما من الذين يدعون بهذا الدعاء ويأخذون بمضامينه الروحية والتربوية والإيمانية لنكون فعلا ممن يستحقون الانتماء إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام لأن الانتماء إليه لن يكون فقط بالقول أو بالتسجيل بالهوية انتماء العمل ألا أنه لا ينجي إلا عمل مع رحمة والعلاقة معهم علاقة الولاية هي بالأعمال لا تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع عن معاصلها نسأل الله أن يوفقنا لذلك والحمد الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة